بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أب القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء آيات 22 إلى 25 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فأنه كان للأوابين غفورا صدق الله العلي العظيم الآيات في البداية من الآية التاسعة والتي ذكرناها أمس تبدأ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى القرآن الكريم فيه قوانين لو طبقت لأسعدت البشرية في الدنيا بالإضافة إلى اعتقادنا بأنها بوجود الآخرة حتى من لا يؤمن بالآخرة إذا كان واحد ما عنده إيمان بالله ولا بالآخرة ولكن لو يقارن عظمة القوانين الإسلامية مقارنة بالقوانين المدنية القوانين البشرية يرى أن هذه القوانين راقية وعظيمة جدا وتسعد بها البشرية البشرية عادة تبحث عن اللذة والراحة والسعادة في الدنيا فبعضهم من المؤمنين يؤمن بالآخرة يؤمن بالله على اختلاف الأديان السماوية يؤمن بالإسلام أو بغير الإسلام ولكن من لا يؤمن أنا أقول حتى من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالدين ليكون منصف ويأتي ويقارن عظمة الأحكام والقوانين الإسلامية مقابل الأحكام والقوانين المدنية العالم يقول نبحث عن الحقيقة نبحث عن الواقع الدول عندها برلمانات والبرلمانات ينتخبون من الشعب والمفروض مثلا أفضل الناس يأتون للبرلمان من ناحية الكفاءة العلمية والثقافة والوعي بحيث هم يضعون الدستور والقانون الذي يطبق في البلاد وهذه معنى البرلمان وبين مدة ومدة نرى أنه البرلمانات المختلفة الدستور الفرنسي الأول مثلا يعد قمة القوانين الدولية القانون الفرنسي تم عليه تعديل ثاني ثالث ورابع والبريطاني كذلك والأمريكي كذلك والدول الأخرى كلها تعدل وتعدل وتعدل ما زالت البشرية هي في تعاسع وحروب ومشاكل ودمار ومشاكل من صعوبات كل قانون من القوانين الإسلامية وقال له موقعه المهم الحساس في هذه الدنيا في الحياة يعني ينفع في الدنيا كما ينفع في الآخر سلو التزمنا بقانون الله في الدنيا مع الإيمان طبعا ينفعنا في الدنيا والآخر ساذا بلا إيمان هم هو يطبق العدالة والحكمة والإنصاف بحيث تكون البشرية سعيدة بتطبيق هذا القانون والآيات تذكر كثيرا من الآية التاسعة إلى الآية الواحد وعشرين أنا أأتي فقط إلى يعني بعضها الآية الثانية والعشرين تبدأ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا هنا مسألة الشرك القرآن الكريم دائما يحاول أن يبين للناس أن الشرك غير صحيح لو كان فيهما آله إلا الله لفسدت وتأكيد على التوحيد وأن الله إلاكم إله واحد لا شريك له أن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كلها تؤكد على الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهذه يعني حقيقة لو أنصف الإنسان وجدها هي متناسبة مع الفطرة يعني الإنسان مع فطرته مو أحسن إلى أو أروح إلى سأبو جدان بغض النظر عن الأدلة الفلسفية والعقلية والقرآنية وغيرها أنه النتيجة هذا الكون واحد خالقه واحد يعني ما تحتاج إلى مسألة لو كان خالقين متعددين هي مفهوم الآية فسدتها هذا الإله يريد الشمس تشرق من المشرق ذاك يخليها من الشمال من الجنوب من المغرب هذا يريد الكرة الأرضية سرعتها كذا ذاك يريد سرعة أخرى هذا يريد المجرة بها مليار مجموعة شمسية ذاك يريد خمس مليارات هذا يريد بها الذهب كذا مقدار ذاك يريد الحديد كذا مقدار هذا يريد السرعة كذا هذا يريد الأكسجين بهالنسبة ذاك يريد ما يمكن أن تكون أصلا هذا النظام يمشي إذا كان هناك نظام مرتب فالمنفروض أن هناك واحد يديره أما إذا اختلف ما يمكن مثل البسيط يقول الطبخة إذا اشترك فيها طباخين متعددين تخرج هذا يقول حط ملح زايد واذا يقول حط بهارات واذا يقول حاط هامض واذا يقول استوى واذا يقول ما استوى واذا يقول عل النار واذا يقول نزل النار تخرج قضية بسيطة وجدانية أنا ما رد أدخل أدلة فلسفية واللي موجودة في علم الكلام في محليها تبحث بس يقول القرآن الكريم دائما يخاطب البشر بالعاقل الوجداني الفطري ويكلمه بشكل واضح إذا الإنسان فطرت سليمة يتقبل هذا المعنى إذا فطرت ومس سليمة نعوذ بالله مرات واحد حتى تجيب لأدلة وبراهين من أقوى الأدلة وأقوى البراهين ما ذلك ما يؤمن يعني إذا ما يؤمن ما يؤمن هو أغلق باب قلبه وفكره وعقله وهو يبتلى في الدنيا ويبتلى في الآخر حتى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وهو سيد الكائنات حينما جاء وفد نصارى نجران في البداية كانت المناظرة حول أن النبي عيسى عليه السلام إله أو بشر وكانوا يصرون أنه إله أو طبيعة إلهية له أو ما شكر والنبي يقول لهم أنه بشر ومناظرة طويلة كانت بالاحتجاج موجودة مع ذلك مقتنع ما وافق الآن جاء الأمر إلهي بالمباهلة عند المباهلة رأوا أن النبي باهل بأهل بيته ولو كان ملكا لباهل بقومه الملك يحتاج جيش وأعوان وأنصار أما النبي لا يحتاج أنصار يصيره الله جل وعلا فجاء بأهل بيته وإذا خشو قالوا هو نبي حق لأنه باهل بأهل بيته ولا يخشى عليهم أنه لعنة الله على الكاذبين فلا يخشى عليهم أن تنزل اللعنة معناته هو صادق مئة بالمئة ومطمئن بصدقه ولا ما كان يفرط بكل أهل بيته يجمعهم ويأتي إلى المباهلة ولذلك صالحوا النبي أقول أحيانا المعاند يبقى معاند سواء كان بعضهم اثنين منهم من الثلاثة يذكروا التاريخ جاءوا وأسلموا أعلنوا إسلامهم على كل قسم مثل أبو جهل وأبو لهب وأمثال مهما تكون الآيات لا تنفع معهم ما نتحدث عن أولئك أنا أتحدث عن إنسان البشر العادي اليوم تسعة وتسعين وتسع عشر بالمئة أكثر من تسعة وتسعين بالمئة عموم الناس ما عادة خبث بذاك المعنى عموم الناس ما عادة عناد بذاك المعنى المعاندين فيها قليلة واحد بالألف اثنين بالألف يعني عموم الناس عادة أنهم يمشون على الفطرة منطقيين يعني ما لم تكن الفطرة لوثت بالتلويث المادي بالمجتمع المادي اللي يعيشون به فالفطرة تلوث إذا لوثت الفطرة يغلق باب قلبه سأل أن تفتحها يريد لك أدلة وبراهين ومنطق ومناقشة إلى أن تفتح قلبه من جديد ولكن عموما هم كما هم كما المواد الحديث الشريف كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه هم الذين يهودانه وينصرانه ويمجسانه والمولود يأتي على الفطرة يؤمن بالله الواحد الأحد فالله سبحانه وتعالى هنا يوصي بهذه الوصية لا تجعل مع الله إلها آخر وهنا اللفظ لا تجعل لم تقل لا تعبد مع الله إلها آخر على لا تجعل وهذا اللفظ أشمل وأوسع من لا تعبد لأنه لا تجعل معبودا آخر مع الله لا في العقيدة ولا في العمل ولا في الدعاء ولا في العبودية ولا في أي مجال آخر لا يمكن أن تجعل مع الله إلها آخر سواء يعبد أو لا يعبد سواء مؤثر أو غير مؤثر سواء قوي أو ضعف لا تجعل مع الله إلها آخر لا يوجد إلها آخر ثم يقول فتقعد مذموما مخذولا القعود لا لا على الضعف والعجز إنسان يقعد عن شيء وعاجز يعني والكلمة هنا تقعد مذموما مخذولا إذا كان نرى فيها يعني ثلاثة أمور تبين أن الشرك آثار سيئة أولا يؤدي إلى الضعف والعجز والذلة إنما التوحيد هو أساس الحركة والنهوض والرفع اليؤمن بالإله الواحد الأحد وعلى صراط المستقيم واضح طريقة أما اليوم بتعدد آلها طريقة غائم ما يدري الخير والبركة بيديا إله لأنه عند تعادد وما يعرف طريقة فإذن الشرك يؤدي إلى الضعف والعجز والذلة ثانيا الشرك يجب الذم واللوم لأنه خط انحرافي مقابل العقل السليم الكفر واضح أنه سيء لأنه نعم الإلهية كثيرة على الإنسان لا يمكن أن تغفل كل واحد يشعر بملايين النعم الإلهية من نعم في سمعه بصره جسده صحته عافيته إلى رزقه إلى أكله شربه يعني هذه القرص الخمز اللي نحن ناكل لنفكر هذا كم جهود صارت في صنعه لحير الإنسان الله كيف خلق السماوات والأرض كلها حتى أنا يصنع عندي قرص شعير لازم البذرة الحنطة مثلا أو الشعير توضع في الأرض الأرض لازم فيها قابلية للنمو أملاح معينة غيرها المطر لازم يأتي الشمس تأتي لكي تأتي بالأكسيجين وثاني كاربون وتكوين الخضرة لغذاء للنبات وما شاكل ثم ينبو النبات بالنمو معين الريح تأتي يكون الهواء معتدل إذا كان حار شديد يقتل النبات إذا برد شديد يقتل النبات إلى أن يكبر هذا النبات ثم الله قال لك ناس محتاجين يجون اللحين بعد ما يزرع يحصد هذا اللي يحصد إلى أن يطحن إلى أن بعد الطحن يخبز إلى أن الخبز يأتي للبيت فهذا القرص الذي يأتي جهود كبيرة كثيرة من شمس وقمر ورياح وأرض سماء وبشر اشتغلوا حتى أنا أكل قرصة شعير وأنا غافل هي قرصة خبز تعبيرنا يقول أقل فيها قرصة خبز أنا شم حصل يعني كانوا يستهين بقرصة الخبز فإذن النعم الإلهية كثيرة فالمشرك يذم ويلام أنه الله الواحد الأحد أنعم عليك بهذه النعم الكثيرة وأنت ما تؤمن بوحدانيته وتدعي له الشريك كيف يكون هذا والثالث المخذول الخذلان ربما لأن الله سبحانه وتعالى يترك المشرك هو ومن يعبد من آلهة كاذبة آلهة غير حقيقية هو ما يعتبر بالله بساء الله بكرمه رحمته الرحمنية الواسعة التي تشمل المؤمن والكافر يرحم عباده ولكن الرحمة الخاصة يكون تأتي للمؤمنين يكون مدكن له يكون مخذول في هذه الرحمة قلت ما تؤمن وأنت ومن تؤمن به كما في آية أخرى في سورة العنكبوت آية 41 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت وكانوا يعلمون فإذن هنا بين الأصل الأول الأصل التوحيد في الآية الأولى وبعد ذلك قرن بها رضا واحترام الوالدين كم هو مقام عظيم يأتي بعدها الآية يقول وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا كأن المقام احترام الوالدين مقام عظيم جدا في الإسلام والقرآن الكريم دائما بعد التوحيد يقرن في آيات متعددة نأتي لذكرها إن شاء الله قضى نعلم أنه مفهوم للتأكيد تأكيد الأمر بمعنى أمر القرار المحكم الثابت الذي لا نقاش فيه قضى وقدر وانتهى الأمر تأكيد أول في الآية وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه تأكيد الثاني أنه ربطه بالتوحيد يعني بعد ذكر التوحيد ذكر الإحسان إلى الوالدين وهذا دلالة على أهمية الإحسان إلى الوالدين تأكيد الثالث والرابع في الإطلاق الذي تبيد كلمة إحسان ما قال إحسان معين إحسان بالنفقة إحسان بالمعاملة إحسان بالمعالجة الطبية إحسان بالرعاية لا قال إحسانا وهذا المطلق يشمل كل أنواع الإحسان فتأكيد أنه كل أنواع الإحسان مطلوبة من للإنسان للوالدين والوالدين هنا تشمل طبعا الأب والأم وسواء كانوا مسلمين أم كافرين حتى التأكيد هنا ليس فقط على الأم أو على الأب أو فقط الأب والأم إذا كانوا مسلمين حتى إذا كانوا كافرين فإذن كلمة الوالدين فيها هذا المعنى والتأكيد الخامس إحسانا جاءت نكرة مو الإحسان المعين الإحسان المذكور يعني بالأخلاق يعني بالخدمة يعني بالمال لا إحسانا مطلقة فإنما تأتي نكرة هنا تأكيد للأهمية وأظمت هذه الكلمة فإذن هنا تأكيد الله جل وعلا نقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه بعد أن قال عبادته قال وبالوالدين إحسانا ثم تقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما يعني إذا كانوا في سن كبيرة يحتاجون إلى الرعاية والعناية والمحافظة والاهتمام الدائم فأنت أيها المؤمن لا تبخل عليهما بأي شكل من أشكال المحبة واللطف ولا تؤذيهما بكلمة ولا تجرح واطفهما بأقل إهناية إهانة أو عدم رعاية حتى بكلمة تافية لا قيمة لها وهي أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما كلمة أف سقيلة هي الفضلات الموجودة بالإذن أو ما يستقدر سقيلة أف أو تف هذه سبحوث مختلفة إجمالا هي كلمة بظاهرها المعنى أبسط كلمة على الرفض إنسان تخرج من فمه إذا كان ما مرتاح عن شيء يتذمر من شيء فيبدي هالكلمة بغض النظر عن اشتقاق الكلمة اللغوي ما يكون يقول حتى بهذه المقدار يعني حتى لو قال لك الأب أو الأم كلمة أو كلفوك بشغل معين أو مشاكل بحيث أنت تعبان أنت ضايج ما مرتاح ما مقتنع ما تقدر مهما تكون ظروفك يقول فلا تقل لهم أصلا أقل معنى من معاني الإنزجار للوالدين لا ينبغي أن يقوم ولا تنهر هما سأل مهما هذا تأكيد آخر أنه لا تنهر هما فلا من جانب تظهر عدم ارتياحك حتى تعابير وجق ما لازم يبدو عليها عدم الارتياح أو أنك متنفر مما يقولون ولا تنهر هما هنا تأكيد آخر لأنه يجب أن دائما تتكلم معهما بالكلام المؤدب الجيد الحسن لأنه بنتيجة اللسان مفتاح القلب ما يخرج من لسانك يخرج إلى قلب الآخرين فأنت ما تقوله يؤثر في الوالدين قليلا أو كثيرا فأصلا هذا المعنى لا تقل لهما وأكثر من هذا ما يكفي أنه فقط لا تقول لهم وقل لهما قولا كريما تأكيد أن قولك دائما معهم يكون قولا كريما وإضافة لذلك جانب ثالث يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة يكون لهم كالعبد الذليل المطيع لا يرفع صوته عليهما في الكلام لا يحد النظر إليهما في النظر يعني أحيانا يضوج الإنسان ممكن باستلحنا يخنزر عينه يحد النظر طرع يقول هذا لا ينبغي أن يكون هذا مع الوالدين يعني أي تصرف يدل على انزجار على إهانة على سوء أدب على أي شيء بالعين بالنظر كله هذا ممنوع في التعامل مع الوالدين وأكثر من ذلك يبدي لهما الجناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ثم يدعو لهما بالخير دائما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير بس أحيانا الإنسان في نفسه ربما أما يتصرف بما لا يليق مع الوالدين وهذا أمر سيء طبعا جدا والذنب كبير يحتاج إلى الاستغفار والتوبة أو أحيانا في نفسه الإنسان منزجر من والده يعني هالحالة النفسية هي لا ينبغي أن تكون لأنه يقول ربكم أعلم بما في نفوسكم وأنه أحيانا أنتو في نفوسكم شيء وهذا اللي في نفسك حتى له الأبوين ما طلعوا عليه ولكن أنت منزجر ما مرتاح غضبان على أمك على أبوك لا سبب من الأسباب وأنه ربكم أعلم بما في نفوسكم أنا لازم إذا ارتكب الذن مع أحد الأبوين وخالفته في وقت مراهقة ووقت شباب ووقت غفلة ووقت جهل ووقت عصبية ظروف الإنسان مختلفة واحدة يقول في كل هذه الظروف التي ممكن تمر بك أنت كمؤمن ارجع إلى الله وتب إلى الله توبة النصوحة إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا إذن رحمة الله تشمل عبادة والإنسان يمكن يكون مقصر في يوم الأيام مع والدي أو مع غيره غيره مع من الناس ويجب أن يرجع إلى الله دائما وأبدا الأواب من الأوب يعني الرجوع مع الإرادة كان الرجوع ممكن بإرادة أو بغير إرادة يرجع ولكن الأواب من يرجع بإرادته وليس مثلا بالقوة أو سهو أو لا هو يريد أن يرجع فعند نية التوبة نية الرجوع إلى الله فهذا معنى ذلك هي بداية التوبة قيل الندم على ما فات والعمل على ترك الذن في المستقبل فالندم على ما فات يرجع يجعل الإنسان ماذا يعمل يأتي إلى الله ينوب إلى الله يرجع إلى الله والأواب يصيغة مبالغة بذلك الأوابين يعني أشخاص الذين يذنبون ولكنهم بعد الذنب يستغفر ويرجع إلى ربه والأوابين يعني احترام الوالدين وطاعة الوالدين الحقيقة نعمة كبيرة مؤكد عليها في القرآن الكريم في آيات أخرى يذكرها الله جل وعلا وكثير من آيات يذكرها مع التوحيد مثلا في سورة البقرة آية 83 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا شقرنا بالتوحيد في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وفي سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وفي هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وصينا بالبداية بوالديه ثم يذكر تعب الأم حملته أمه وهنا على وهن وبعد ذلك يقول أشكر لي ولوالديك قرن شكر الوالدين مع شكر الله جل وعلا أشكر لي ولوالديك أهمية شكر الوالدين في سورة وآية 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 وإن جاه هداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطع هما أحيانا الوالدين مشركين ويفرضون على الابن أن يشرك بالله إذا أسلم يرجع إلى كفرة وإذا هما كان مسلمين ونعوذ بالله ارتد يدون ابنهم يرتد معهم يقول هنا لا تطع هما ولكن ما يعني ذلك أنه تؤذيهما أو تهينهما أو لا أبدا وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم لي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الإمام الصادق سلام الله عليه في حديث له يقول لو علم الله شيئا هو أدنى من أوف لنهى عنه بعد أقل من هذه الكلمة لا يوجد يقول لو علم الله أقل من كلمة كان يقول أنه لك الكلمة هم لتقول لا بس ما أدنى وهو من أدنى الحقوق ومن الحقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما يحد النظر إليهما يحد النظر يقول هذه من الحقوق في هذا المعنى وحديث آخر يرويه الإمام الصادق عليه السلام أنه رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له أني أحب الجهاد وأنا صحتي جيدة وأنا أستطيع أن أذهب إلى الحرب ولكن عندي أم أمي ما توافق أترتاح أنا أروح ما تقدر تفارقني أنا أحرام من ثواب الجهاد لو أبقى مع أمي أسوي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله فأجاب صلى الله عليه وآله أرجع فكن مع والدتك فوالذي بعثني بالحق لأنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله سنة كم عظيم ثواب خدمة الوالدين وأن نلقي هاي المثل والقيم في الأحكام الوضعية والأحكام المدنية وغير وأن تحصل هذه القيم والمثل في هذا الجانب طبعا هذا الجهاد هنا ربما الجهاد الكفائي المستحب يعني مو الجهاد الواجب طبعا كل الناس لازم تخرج للجهاد يعني ذاك يصر واجب بعد رضا الوالدين ما ينفذ إذا ما رضوا يعني أصلا هم يرضون لأنه هم في خطر يعني وجاء يدافع عنهم وعن غيرهم يعني وكذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث إياك وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ولا يجدها عاق نعوذ بالله يعني مو بس ما يدخل الجنة ريح الجنة اللي بعيدة وتشم من مسيرة ألف عام هو الريح الجنة ما يشمها شكرا هذا بعيد عن الجنة بحيث حتى رائحة الجنة لا تصل إليه وهي بهذه المسافة ألف عام إذن حقوق الوالدين أمر صعب جدا لا يمكن لا يمكن يغفل عنه الإنسان في رواية عن الإمام الصادق يقول وبالوالدين في تفسير قولي تعالى وبالوالدين إحسانا قال الإحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كان مستغنيين قبل ما هم يسألون أنا كん نفكر في حوائجهم وأقضي حوائجهم حتى ما يحتاجون أن يسألوا يش syllable أنهما حوائجهم كلهم أقضية ما يحتاج يقولولي يحرجون يستحون ما يردون يأذوني ما يردون يتعبوني هذه مسألة أخرى ولكن أنا قبل ما هم يسألون أنا أقضي حوائجهم هذا من الإحسان لهم ثم من فوائد الإحسان إلى الوالدين عن رسول الله صلى الله عليه وآله من سره أن يمدله في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه إذن هكذا طبعا روايات في رضا الوالدين كثيرة جدا لمجال الذكرى هذا كان مختصر أقول هذا الاهتمام الإسلامي بالوالدين وبالعائلة مع الأسف الآن المفهوم الغربي بالنسبة للأبوين يعتبرهم فقط حاضنة للأطفال هذا البيت فقط حضانة للأطفال لا يوجد أي أهمية للوالدين بالنسبة للطفل ثم مسؤولين عن حضانته فإذا بلغ 18 عام صار هو حر بعد ما لا علاقة بالأبوين يعيش حر ويذهب حر ويحتاج أن يفكر بهما ولا أن يحتم بهما ولا لهم علاقة أمم أدوا دورهم يعني أدوا دورهم في البيضة المخصبة الأمم أدت دورها في الحمل وبعدين أدت دورها بالرضاعة وبعدين أدت دورها في الكفالة وحضانة الطفل وإلى أن كبر الطفل صار 18 سنة وانتهى كأنه نعوذ بالله كما الحيوانات هذا الحيوانات تبقى الأم تعطف على أبنائي حتى ولو كبروا كانوا يقولوا خلاص بعد انتهى دوري هذا مفهوم طبعا خطأ كبير وهذا المفهوم مع الأسف هو المفهوم الغربي وهذا وراء أيدي استعمارية خبيثة يعني مو عبثا هذا المفهوم يروجونه من خلال بعض كتاب دراس علم الاجتماع والنفس وغيره ويكتبون كتابات معينة ويروجون أنه هذا صحيح ولكن الهدف منه أن يكون الإنسان مرتبط فقط بالدولة والدولة يعني مرتبط بالتلفزيون والإعلام فالدولة تسيره ما في حدا يسيره مثل ما معلم المدرسة يدخل المدرسة ويطلع وانتهت علاقته بالمعلم بعد ما يشوف معلمة بالابتدائية الثانوية المتوسطة بالجامعة خلص طلع الجامعة انتهى ما لا علاقة البيت كذلك يعني مر مدة بالبيت وبعدين انتقل إلى مكان آخر وبعد الآن حر من الذي يأثر على أفكاره فقط الدولة بإعلامها المسير الموجه فهي الفكرة خبيثة لسيطرة الدولة على عقول المجتمعات البشرية جميعها بهذه الطريقة ولذا تقول أن الوالدين ما لهم علاقة لا لهم ذاك الفضل الكبير ولا المقام العالي ولا ضرورة الاحترام ولا كلها المفاهيم الدينية طبعا هذه مضرة في الدنيا أنه الشاب ما كو أرأف به وأرحم به من أبويه إذا كان علاقة طيبة معهما بغض النظر عن الآخرة والأحكام الإسلامية أنا أقول حتى في الدنيا نحن وهي المسألة في الدنيا نقول ذاك الفكر فكر استعمالي سلطوي ديكتاتوري يريد يسيطر على الشعوب في كل مكان أما الإنسان إذا أريد يعيش حر فأن أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه وأعطف الناس عليهم والداء تجربتهم في خدمته أو أعطفهم في خدمته محبتهم صادقة مئة بالمئة أصلا لا يشبهها شك ولا شبهة ولا شيء أبدا من هذا المعنى أي صديق مهما يكون قريب قد يكون عنده طمع قد يكون عنده حسد قد يكون والدين والوالدين يخدمون أبنائهم مجانا فقط لأنهم يحبون الأبناء ويعطفون على الأبناء وتجربتهم في الحياة كلها يعطوها للأبناء إذا كان عندهم تجارب سيئة في الحياة أيام المراهقة أيام كذا ويعرفون أنها تؤدي ينصحون الأبناء أن لا يسلكون نفس السلوك اللي هما الأباء كانوا منحرفين أتكلم بالعالم الغربي يعني كانوا منحرفين هنا يقول لا نحن جربنا وهذا طريق سيء وذلك الطريق أفضل وأحسن وأنت أبقى مستقيم أو يقول للبنت أبقي مستقيمة أبقي على شرفك على عفتك على طهارتك هذا أفضل هذا أحسن إذا أراد إذا أراد الولد أو البنت أن يتزوج يختارون لهم الزوج أو الزوجة الصالحين المناسبين الجيدين فقل إذن في الدنيا هذا النظام أنفع للبشرية وفي الآخرة طبعا فيه النجاة الكاملة والسعادة الأبدية فلماذا يغفل الإنسان عن عظمة أحكام الله جل وعلا وعظمة هذه القوانين الموجودة ويذهب إلى قوانين مادية تؤدي بالإنسان إلى الهاوية يوم بعد يوم تأثير كل قانون سيء يبين بعد عشر سنين عشر سنة ثلاثين سنة فتزداد نسبة الإجرام للتفقق العائلة تزداد نسبة الانتحار تزداد نسبة الفحشاء بالمجتمعات وآثارها وما شكرا تدريجيا يدمر المجتمع يبقى يتحول كل الموجودين في المجتمع ناس مثل الروبوت يشتغلون لمصلحة الدولة كأنه أمال بالمحامل موظفين مسؤولين يعدون دور معين كله لخدمة الدولة وجهاز الدولة سالدولة تريد حروب تقتل هذا تقتل ذاك تستعمر هذا تستعمر ذاك تضحي بهم هذا بعد مو مهم ذولهم كلهم روبوتات وعبيد وخدم يشتغلون في مصلحة الدولة المعنية وبالإسلام يعطي كرامة للإنسان وكرامة وشرف له وقيمة ومنزلة وسعادة في الحياة مع ذلك مع الأسف بعضهم يعاندون ولا يريدون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق ويوفقنا للعمل الصالح اللهم بحق محمد وعلي محمد عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصار وعوانه ومن المجاهدين بين يديه واملأ به الأرض قصة وعدل كما ملئت ظلما وجورا اللهم اغضب محمد وعلي محمد حوائجنا واشف بهم مرضانا وارحم بهم موتانا واغفر بهم ذنوبنا ووسع بهم أرزاقنا وبارك بهم لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا ووفق شبابنا وبناتنا للعمل الصالح ولبر الوالدين وادفع عنهم شرع الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك المن أن من أنت علينا بنامة الهداية والولاية في الدنيا فارزقنا يوم القيامة شفاعة محمد وآل محمد اللهم وارزقنا من حوض الكوثر شرابهم وعلى صراط وعلى صراط مرافقتهم وبالجنة مجاورتهم في أعلى عليين مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين